القوات الأميركية في سوريا تنفذ عملية إنزال جوي واسع قرب دير الزور بشرق البلاد وكالة أنباء النظام قالت أن قوات أميركية اختطفت عددا من المدنيين من مدينة البصيرة بريف دير الزور خلال العملية التي رافقها إطلاق نار كثيف ما أسفر عنه مقتل ثلاثة مدنيين الرواية سانا قالت أيضا أن العملية التي جرت فجر الاثنين شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية وأنها انتهت لاقتياد عدد من الأهالي إلى جهة مجهولة فيما لم ترد تأكيدات من أي مصدر مستقلة وتقع القاعدة العسكرية التي تأسست عام 2016 في منطقة استراتيجية قرب معبر التنفي الحدودي السوري مع العراق وعلى مفترق طريق سريع رئيسي بين بغداد ودمشق كما تعتبر القاعدة الأميركية جزءا أساسيا في الحرب ضد داعش بقوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي تنظيم وأيضا تعتبر قاعدة التنفى الموقع الوحيد الذي به وجود أميركي كبير في سوريا خارج مناطق شمال البلاد حسن جوليد العربية